بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على النبي الكريم أسعد الله صباحكم بكل خير معكم عائشة أحمد سالم الشنقيطي ICB في مدينة الملك سلمان بالمدينة منورة اليوم بإذن الله حنأخذ مقدمة بسيطة عن الهيلتكير اسسويتد انفكشن سيربيلنس بداية حنأخذ الابجيكتف اوف سيربيلنس ان اي سي او بي سكورس أولا حنأخذ overview of health surveillance مراجعة عامة عن الترصد types of health surveillance أنواع health surveillance الموجود important of health surveillance hospital حفوا health associated infection surveillance definition حنأخذ essential key terms in surveillance حنأخذ أيضا important organism associated with HAI method of for finding events and data source وحنأخذ أيضا challenge of HAI surveillance وآخر شيء بإذن الله حيكون معنا control measure to reduce health care associated infection أتمنى أنها تكون إن شاء الله أشياء بسيطة وواضحة وأي سؤال نأخذوا بإذن الله في نهاية المحاضرة بداية surveillance definition ما هو surveillance؟ معنى كلمة surveillance باللغة العربية عندنا surveillance يعني مراقبة طبعا الهدف من المراقبة أو من الترصد الوبائي لنا كICB في مكافحة العدوى هي الوقاية والحماية الوقاية في البداية والرصد لتفادي مثل هذه الأحداث أو تفادي تكرر عدو المستشفيات أو تكرر الإصابة بعدو المستشفيات بداية بمعنى أنه أنا يكون عندي طريقة ممنهجة لجمع وتوحيد وتحليل الداة الخاصة بانتشار مرض معين أو حدث معين بعد ذلك نقوم بنشر هذه الداة إلى الأشخاص الذين ليهم السلطة أو القدرة على تحسين النتيجة النهائية تعد المراقبة عنصر أساسي جدا في أي برنامج من برامج مكافحة العدوى بداية في الرسم الباني اللي عندنا السيرفيلنس دائما يبدأ يعني لما أبدأ أنا مراقبة حبدأ بمشكلة يعني لديه مشكلة What's the problem ودائما كل problem نبدأ له بسيرفيلنس أو بمراقبة أكيد في النهاية حيكون عندنا رسبونس أو نتيجة بداية السيرفيلنس What's the problem حنبدأ ندور أشياء المشكلة وما هي العوامل المساعدة لهذه المشكلة Risk Factor Identification نسأل نفسنا What's the cause وبعد ما نلقى المشكلة طبعا نتدخل ونعمل تقييم What works آخر شي حنبدأ نطبق لمنع هذه المشكلة عشان نحصل على إجابة فحيكون عندنا Implementation and How do you do it Surveillance System and Implication Elements of Surveillance System are في عناصر مهمة في أي بداية الترصد حتكون أول شيء أول عنصر مهم في السيرفيلنس حيكون الCollection جمع البيانات طبعا بعد كذا تحليل هذه البانات اللي جمعناها بعدها حيكون عندنا Dissemination نشر لهذه الداتة اللي جمعناها عشان نبدأ بعمل خطة آخر شي حيكون عندنا Application وتطبيق لماذا بنسوي الخطوات هذه Collection and Illnesses Dissemination و Application لControl Disease and Improve Health عشان إحنا نعمل Control على المرض عندنا مصطلحات مهمة في السلايدة هذه Surveillance Definition هنعرف هنا أول شيء المصطلحات الثلاثة ونعرف الفروقات فيما بينها أول شيء عندنا السيرفي السيرفي يعني استطلاع أنه أنا هعمل إجراء ملاحظة واحدة لقياس شيء ما مثلاً أنا أبغى أراقب المستوى تطبيق العاملين الصحيين عندي في المستشفى لغسيل الأيدي فأنا حددت مقياس واحد حددت أنا إيش أبغى أراقب أو أنا عن إيش حستطلع فحيكون عندي Making a single observation to measure and record something حيكون عادة في One Point of the Time مثال عليه زي ما ذكرنا ال-KAB of Hand Hygiene and H-A-I Prevention نيجي بعد كده لل-Surveillance السيرفيلنس اللي هو المراقبة أو الترصد حيكون Making repeated standardized survey in order to detect possible changes يعني أنا بعمل مسوحات موحدة ومتكررة و متكررة عشان أنا أقيس شيء ما لقياس شيء ما متغير حتكون في أكثر من وقت Multiple Point of the Times عادة أنا ما أحتاج أي معايير مقبولة لعمل surveillance ما usually do not different between acceptable and unacceptable standards مثال عليها ال-H-A-I Surveillance اللي بإذن الله إحنا حنتناوله في المواضيع اللاحقة Monitoring عندنا Making repeated standardized measurement to detect unacceptable standards يعني أنا بعمل مراقبات متكررة وموحدة لقياس معايير معايير ما غير مقبولة أيضا يشترك مع surveillance المonitoring إنه في multiple points of times ممكن أعمله في فترات معينة مختلفة usually have acceptable and unacceptable standards عادة يوجد عندي معايير مقبولة ومعايير غير مقبولة مثال في المonitoring المonitoring pressure and negative pressure room لما بنعمل مراقبة أو قياس لغرف الضغط السالبة غرف العزل أو monitoring للpressure في غرف العمليات نجيب بعدون إن شاء الله حنتكلم عن ال-type of health surveillance عندنا two-type عندنا ال-active versus passive surveillance ال-active surveillance عادة يقوم به أشخاص مدرجبون وعادة يكون ال-ICB في قسم مكافحة العدوى active surveillance trained personal mainly ICBs figuratively look for HAI they use variety of data source within and beyond nursing world عادة بيبحثوا كمنسقين مكافحة العدوى بنبحث بأكثر من طريقة وبطريقة جداً صارمة البحث عن أي data تتعلق بال-infection they use variety data source within and beyond nursing world يعني إحنا بنبحث خارج عن قسم التمريض أو خارج عن الطريقة المعتادة في البحث أني أنا أزور أقسام القسم ممكن أبحث في الملفات في السيستم أراجع المختبر أشوف نتائج وتحاليل للمريض أناقش مع الطقم الطبي المسؤول عن الحالة ال-passive surveillance person who do not have primary surveillance rules such as ward nurses or respiratory therapists and identify report HEI may be ok for demorator data ال-passive surveillance عادة ربما يقوم بالإبلاغ عنه ممرضة القسم طبيب القسم أو عاملين قسم التنفس الصناعي يعني لا يشترط أنه الشخص الذي يقوم بال-surveillance في ال-passive way أنه يكون شخص مدرب مثل ال-active surveillance عندنا هنا active surveillance الطرق اللي احنا ممكن نبحث فيها ممكن المختبر ممكن اللاب ممكن الاتصال الجدول هذا يبين الفرق بين active surveillance وال-passive surveillance عندنا في ال-active surveillance زي ما قلنا data collected by trained personal IBC as a part of plan surveillance يعني لازم شخص يكون مدرب بينما في ال-passive surveillance data reported by non trained personnel as fair reporting regulation في ال-passive ممكن الطبيب أو الممرضة أو عامل التنفس الصناعي يبلغنا أو أيضا موظفين المختبر في ال-active surveillance عندنا attempt to search multiple data source لازم تكون في أكثر من محاولة أو بحث بأكثر من طريقة عن الصورس بينما في ال-passive surveillance no attempt to search multiple data source لا يتم البحث في طرق مختلفة في الاكتف سيرفلنس نحتاج وقت أطول وجهد أكثر بينما في الباسيف لا يحتاج إلى جهد أو وقت في الاكتف سيرفلنس حيكون عندنا فيو ميسينج إفنت يعني عدد قليل من الأحداث اللي إحنا ممكن نفوتها بينما في الباسيف سيرفلنس لأنه غير دقيق والأشخاص اللي يقوموا به غير مدربين ولا يحتاجوا إلى بحث في أكثر من مصدر عادة بيحصل عندنا ميسينج إفنت أحداث ضائعة إكزامبل عندنا في الاكتف سيرفلنس كوليكتنج الكلابسي نوموريتور داتا أنا ما بنفحث عن الكلابسي وفي الباسيف الأكزامبل اللي عندنا حليكون إنه ستاف نيرس كول الإي سي بي توريبورت نومونيا كيسز نيجي إلى إشي المنهجية المثالية في عملنا للمراقبة أو في الترصد الوبائي وبإذن الله حنتكلم بطريقة مختصرة عن المثل اللي مستخدمة في الترصد patient-based versus laboratory-based patient-based versus laboratory-based surveillance عندنا الترصد اللي أساسه يكون المريض أو الترصد اللي أساسه يكون المختبر أو النتائج المختبرية في الترصد الذي يكون أساسه المريض إحنا بنكون count the health care associated infection assist risk factor and monitor patient care إحنا بنشوف الرعاية المقدمة إلى هذا المريض بنعمل تقييم لهذا المريض بنحسب الحالات أو العدوى المرتبطة بالمنشآت الصحية بنراقب الprocedure والpractice ونتأكد أنه جميع معايير مكافحة العدوى مطبقة بطريقة صحيحة لتفادي أنه هذا المريض ممكن يحصل له infection عادة في patient-based surveillance require words, rounds and discussion with the caregivers يحتاج مننا أنه إحنا بنكثف الجولات المرور في أقسام المريض وبنعمل مناقشة مع مقدمين الرعاية من أطباء أو تمريد نجل للنوع الآخر laboratory-based surveillance في الترصد اللي أساسه يكون النتائج المختبرية detection is based only on the finding of laboratory studies and clinical specimen يعني إحنا بيكون عندنا فقط عن طريق واحد اللي هي النتائج المختبرية أيضا هذا الجدول يوضح الفرق بين patient-based surveillance والlaboratory-based surveillance في patient-based surveillance data collected from multiple resources زي ما قلنا حاجر مع أنا الـ data من أكثر من مصدر حزور القسم حراجع الملف حعمل مناقشة مع الكيرجيفرز بينما في اللaboratory أنا case finding أو تعريف الحالة based only على positive lab finding يعني أنا ما حقدر أعرف أنه عندي حالة إلا فقط إذا عندي نتيجة عن هذه الحالة في الـ patient-based surveillance كان في revive NHSN definition السهل أني أنا أطابق التعريف للـ NHSN عادة في اللaboratory حيكون difficult usually can not verify NHSN definition في الـ patient-based surveillance can monitor events, risk factor and practice أنا ممكن أراقب الأحداث وعوامل الخطورة والممارسات المجرى على هذه الحالة لكن في الـ laboratory-based surveillance أنا ما عندي إلا نتيجة فما أكتر كانت monitor risk factor or practice example في الـ patient-based surveillance device associated HAI and SSI surveillance وفي اللاب عندنا lab ID event detection في حالات الـ MDRO نجي للـ benchmarkable surveillance surveillance should be based on sound ophthalmological and statistical principles أنا عادة في في الـ surveillance لازم أكون مستندة على مبادئ أساسية والمبادئ الأساسية هذه أيضا معتمدة على أساسات إحصائية الـ data should be collected using standardized case definition and recommendation الـ data هذه اللي أنا جمعتها أو جمع البيانات لازم يكون باستخدام تعريف موحدة للحالات لازم يكون عندي case definition موحد جميع الحالات حسب التوصيات وحسب المصادر ثالثا هيكون عندي surveillance should have adequate population size and for a sufficient duration لما أبدأ مراقبة لازم يكون عندي عينة يكون عندي حجم سكاني مناسب أو يكون عندي population مثلا عندي عدد المرضى للقسم الفلاني ولازم يكون في period time في وقت زمني معين كافي الـ data should be analyzed and report using standard risk or risk adjusted metric rates, proportion and ratio لازم تكون الـ data اللي جمعناها لازم نحللها تحليل صحيح باستخدام المقاييس القياسية المناسبة نجد النوع الآخر من surveillance عندنا الـ perspective versus retrospective surveillance الـ perspective surveillance هو اللي بيكون احنا بنعمل monitoring patient while still in the hospital يعني أنا براقب المريض أثناء وجوده في المستشفى including post discharge period for SSI أيضا منها حنراقب المرضى العمليات القيصرية اللي خرجوا أو أي عملية جراحية خرجت حنظل نراقبهم الفترات الزمنية معينة أما في retrospective surveillance cases finding based only on chart review after the patient discharge احنا بنعمل مراقبة بأثر راجعي يعني أنا بعد ما يطلع المريض case finding based only chart review بعد ما يطلع المريض أنا ممكن لما أثناء مراجعتي للملفات أو التشارت أنا أكتشف event وأبلغ عنه post discharge surveillance SSI post discharge surveillance is done using source such as record from surgery clinic physician office and emergency department يعني أنا بعمل لمراقبة أو بحث مصادر كثير ممكن أنا أعمل زيارة لعادة الجراح الملف في المريض أو قسم الطوارئ أسأل هل دخلت لكم حالة عندها SSI ولا عندنا أيضا الكلاب سيلفا بالVEE والكاوتي it is not required to monitor this event after discharge هذه هي الأحداث اللي أنا ما أحتاج أن أبلغها بعد الخروج لا هذه الأحداث أنا أعمل لها مراقبة أثناء وجود المريض في المستشفى however if the patient developed event within two calendar days of discharge where the day of discharge was day one event should be reported no additional device days are reported لكن في حال أنه أنا كان عندي مريض نجي للبروسبوكتف سيرفيلنس data collection start before patient discharge بروسبوكتف يعني استباقية أنا باستبق الحدث فأنا ممكن أني أنا أعمل بحث وترصد قبل خروج المريض من المنشأة الصحية الريتروسبوكتف يعني يكون المريض خرج عندي في الـ data collection start after patient discharge في البروسبوكتف less excrement bias هيكون عندي أقل تحيز أنا ما بتحيز لشيء ما وفي الريتروسبوكتف هيكون عندي more excrement bias في البروسبوكتف few missing events as more resources are available في الريتروسبوكتف surveillance more missing events as less resources are available طبعا في البروسبوكتف أنا حيكون عندي event ضايع قليلة جدا ليش؟ لأنه أنا عندي resource أكثر resource موجودة لكن في الريترو بعد ما يخرج المريض أنا حيكون عندي less resource are available يعني حتكون عندي كمية المعلومات أقل في البروسبوكتف easy to establish وفي الريتروسبوكتف may be difficult to establish نجليه بعده targeted versus comprehensive surveillance targeted priority directed في الtargeted أنا حيكون مهم عندي أن الobjective for surveillance are defined لازم أحدد إش الهدف اللي أنا أبغى من هذا المراقبة والترصد وفوكس in one specific event process organism and or patient population مثال على الtargeted وهو أكثر أشياء نحن بنستخدمها في الcritical care area إن أنا بحدد focus in specific event أبغى حدث ثماء معين أو organism واحد ممكن أنا أبحث عن organism واحد فقط الكليبسيلا والسيناتوباكتر أو الكانديدا أو فئة patient population فئة معينة يعني مرضى l-ICU أو l-adult أو l-burn ICU أنا أحدد أي قسم مستهدف في عمل هذا السيرفيلنس نجي للنوع الآخر اللي هو الكومبرهنسيف هيكون طبعا شامل معنى كومبرهنسيف يعني شامل continue monitoring for all patient for all event or process يعني أنا بعمل monitoring شامل لكل المرضى لكل الأحداث لكل الإجراءات highly personal resource intensive إفدان مانوالي طبعا هذا النوع جدا صعب لأنه بيتطلب مني مصادر بشرية عالية وبيأخذ وقت كثير منه خاصة إذا إحنا بنعمله بطريقة مانوال عندنا مقارنة بسيطة بين النوعين من السيرفيلنس التاركيت سيرفيلنس والكمبرهنسيف سيرفيلنس التاركيت سيرفيلنس focus in important of hospital acquired infection بيركز على أهمية عدو المنشآت الصحية بيركز على أماكن أو بيركز على ارتباط العدوى هذه بأجهزة أو بيركز على فئة معينة من المرضى زي daily cessation focus in important of HAI like device associated like location for example ICU cessation and population for example daily cessation لكن في الكمبرهنسيف سيرفيلنس إحنا بنكبر all the hospital acquired in all hospital location and all population ما عندي تركيز معين في التاركيت سيرفيلنس priority and objective directed عندي أولويات أو عندي أهداف محددة في الكمبرهنسيف سيرفيلنس equal weight for different problems كل المشاكل عندي نوعا ما متساوية في التاركيت سيرفيلنس proceed by annual risk assessment and plan لازم تكون عندي خطة سنوية لتقييم المخاطر تتغير من سنة إلى سنة ممكن مخاطر عندي تكون مختلفة لكن في الكمبرهنسيف سيرفيلنس no need for annual risk assessment and plan ما أحتاج أنه تكون عندي خطة سنوية التاركيت سيرفيلنس usually feasible and less labor intensive لأنه محدد لأنه على أقسام معينة لأنه يكون مرتبط بأجهزة معينة أو بفئة معينة دائما يكون عندي جهد أقل وأحتاج عدد أقل من العاملين الصحيين لكن في الكمبرهنسيف سيرفيلنس بما أني أغطي كل المستشفى وأغطي جميع الفئات هيكون أكثر متطلب usually invisible and more labor intensive في التاركيت سيرفيلنس more cost effective أكثر فعليا من حيث التكلفة وفي الكمبرهنسيف سيرفيلنس less cost effective Risk adjusted rates versus crude rate surveillance Risk adjusted rates Rates are controlled for variation in the distribution of major risk factor associated with event of occurrence Such rates allow intra and intra facility rate compression يعني أنا هنا بيسمح لي أني أعمل مقارنة في risk adjusted rates الرates أنا أقدر أعمل فيها مقارنة وفي risk adjusted rates الرates are controlled for variation in the distribution يعني أنا بتكون عندي معدلات مختلفة لكن في crude rates الرates assume equal distribution of risk factors يعني أنا هنا بلقى عندي متساوية ريسك فاكتور متساوية لجميع الأحداث مثال عليها Such rates cannot be used for intra facility compression ما أقدر أعمل مقارنة في هذا النوع من الرates في crude rates أيضا لدينا جدول للمقارنة Adjusted rates Rates are controlled for variation in the distribution of major risk factor associated with an event occurrence لكن في crude rates rates assume equal distribution of risk factors for all events Useful for benchmarking الأجستد رات جدا مفيد لما أنا بعمل بنشمارك crude rates Benchmark may be misleading ممكن أنا أضلل البنشمارك لأنه أنا بعمل مساوى لجميع الأيذنت example SIR for SSI for patient and surgical words في crude rates المثال عندي SSI rates in all patient and surgical words بعد كده بإذن الله حنتكلم عن incidence versus prevalence بداية نبدأ نعرف إشي عن incidence وإشي عن prevalence incidence اللي هو معدل حدوث الإصابة أو الحدث count only new events occurring during some defined time period يعني أنا بأقوم إحصاء الحالات الجديدة اللي حصلت في خلال فترة زمنية معينة لكن prevalence اللي هو الانتشار count all events أنا بأعمل إحصاء أو بأعد جميع الحالات new and previously existing الجديدة والسابقة occurring that in either a point on the time or during some defined time period أنا بأقوم بإحصاء جميع الأحداث والحالات الجديدة أو الموجودة سابقا في وقت ما أو في فترة زمنية ماضية نجل الفرق بينهم جدوة يبين الفرق incidence فقط new cases الحالات الجديدة prevalence new and old cases الجديد والقديم incidence measure risk بقيس عندي العوامل الخطورة في البريفلنس measure burden أنا بأعمل قياس للعب المتحمل على هذا الحدث incidence need cohort design والبريفلنس need cross-sectional design في الإنسدنس interesting for epidemiologists عادة الناس علماء علم الأوباء يهمهم الإنسدنس جدا لكن البريفلنس مهم عند الناس اللي بتقوم بعمل السياسات interesting for policy maker rules of surveillance and infection control إيش هو دور المراقبة في مكافحة العدوى؟ دور المراقبة في مكافحة العدوى دور جدا أساسي ومهم أولا determine the distribution and spread of an illness أنا نمن أعمل مراقبة جيدة أنا حستطيع بإذن الله أني أنا أحدد توزيع انتشار مرض ما حعمل detect للout break حقدر أعمل كشف الحالات التفشي لا قدر الله لو حصل عندي تفشي حعمل identify the natural history of health condition حتعرف على التاريخ الطبيعي للحالة المرضية facilitating planning حسهل على نفسي أني أنا أخطط evaluate prevention and control measure طبعا تقييم معايير ومقاييس مكافحة العدوى نشوف هي مطبقة أو لا testing hypothesis and stimulatory research حوالي أهمية surveillance للinfection control أنه أنا بجرب النظريات بجرب هذه النظرية صحيحة أو لا وأحفز البحث بعد كده بإذن الله حنبدأ في important of HAI surveillance والHAI surveillance definition important of healthcare-assessuated infection surveillance ليش مهم؟ ليش الترصد أو المراقبة مهمة؟ أولا to measure the incidence risk and the prevalence burden of HAI and organism قياس مدى حدوث أو خطر انتشار عدوى ما عندي مرتبطة بالرعاية الصحية أو مرتبطة بالمجتمع ثانيا to work on reducing healthcare-assessuated infection using standard bundles أمنع أنه انتشار العدوى المرتبطة بالمنشآت الصحية من خلال استخدامي للحزم الوقائية أيضا to detect, investigate and control hospital cluster and auto break أيضا أنا لما ألقى عندي تفشي أستبق حدوث التفشي أو أكتشف هذا التفشي في الوقت المناسب وأسيطر عليه لمنع انتشاره إلى بقية أقسام المستشفى مثلا أيضا to establish an endemic rate of HA تحديد معدلات الإصابة وآخرا to monitor, evaluate and implement the necessary prevention measure عشان أنا أعمل مراقبة صحيحة وأقيم وأطبق وأعمل تطبيق مهم جدا لمنع العدوى to prevent and control health care workers infection and occupational injury أيضا لمنع إصابة العاملين الصحيين حمايتهم ووقايتهم أو الإصابات المتعلقة بالمهنة العاملين مثلا في أقسام العزل إذا طبقوا عندي المعايير بطريقة صحيحة أو طبقوا عندي surveillance بطريقة صحيحة منع انتشار العدوى مهم جدا 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 لنا إحنا كعاملين صحيين لمنع إصابة العاملين الصحيين عندي بعدوى ممكن أيضا أنه أنا أعمل تحديد لبرودكت جديدة جات عندنا القسم أجهزة تعقيم أو برودكت جديدة أنا ممكن أعمل لها evaluate آخر شيء to ensure compliance with national and international regulation أعمل أنا أتأكد أنه أنا متتبع للمعايير الوطنية والأنظمة to ensure compliance with accrediting agency requirements أتأكد أنه أنا أيضا مطبق المعايير الخاصة مثل سباهي والجي سي آي أيضا to provide data and statistical analysis for research and publication أوفر بيانات تكون عندي قاعدة بيانات يرجعوا لها الناس اللي بتعمل أبحاث هذه الأبحاث حتفيد في المستقبل H.A.I. definition وهي الهيلث كير اسسويتد انفكشن نجي الآن إلى التعاريف تعريف الـ H.A.I. definition أو عدو المنشآت الصحية A localized or systemic condition resulting from an adverse reaction to the presence of an infection agent or it is toxin يعني حالة نتيجة تتعرض إلى عامل معدي أو عدوى Not present or incubating on admission to the facility ما كانت موجودة أثناء التنويم يعني الـ patient لما دخل المستشفى هذه الحالة ما كانت لدي أو هذه العدوى لم تكن موجودة أثناء الدخول رقم الثلاثة An infection is considered hospital-acquired infection if the date of event of the NHSN site-specific infection criteria occur on the after the third calendar days of admission to an impatient location where day of admission is calendar day one إيش يعني؟ باختصار أنه نعتبر هذه عدوى مستشفيات أو عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية إذا حدثت هذه العدوى في اليوم الثالث من التنويم أو ما بعده Present on admission إذا كان عندي الـ infection consider نحسبه present on admission متى أكدر أقول أنا والله هذا present on admission إذا كان عندي two calendar days before day of admission إذا حصل عندي الـ event يومين قبل دخول الـ patient إلى المنشأة الصحية أو إذا حصل عندي الـ event في first day of admission أو إذا حصل عندي الـ event day after admission اللي هو day two إذن إذا كان عندي event حصل two days before admission أنا أحسبه present on admission إذا حصل عندي date of event كان first day of admission أنا هحسب أنه present on admission أو إذا حصل عندي event في second day after admission أنا أيضاً حقول أنه هذا الـ infection present on admission عندنا exception الـ exception في هذه الحالة حيكون للـ SSI، اللاب ID والـ MRSA بكترينيا الـ MRSA ممكن يجيني أنا patient discharge أو patient جديد ويكون MRSA هذا جدول يوضح hospital acquired infection versus present on admission مثال، عندنا هنا في الـ hospital days عندنا two days before admitted إذا كان عند المريض تنوى في هذه الـ area two days before admission أنا حسبت الـ event two days before admission or the day before admission أو day one after patient admission كلها حسبها أنها present on admission متى حنبدأ نقول إنها hospital acquired infection إذا ظهرت عندي في ثالث يوم تنويم يعني يومين قبل أو يوم التنويم أو second day بعد التنويم حسب إنها present on admission لكن إذا حصل عندي حدث أو event في اليوم الثالث من تنويم المريض أنا حسب هنا أنه hospital acquired infection date 3, 4, 5, so on, so Which infection to survey epidemic versus anademic؟ إيه العدوة اللي أنا أعمل لها ترصد؟ ما هي العدوة التي يجب رصدها؟ Fewer than 10% of all health-assessuated infections occur in recognized outbreak أقل من 10% من جميع حالات الإصابة تحدث في الحالات التفشي هي حالات معروفة Ongoing surveillance measures the endemic rates of various infections so that we can recognize the problem as the survey آخر شي عندنا High endemic rates usually require addressing multiple problems إذا كان عندي المعدلات جدا مرتفعة إذن أنا يتطلب مني معالجة فعالة وعاجلة لهذه المشاكل Which infection to survey؟ أي نوع من الانفكشن إحنا عمله survey New حالات جديدة versus extension or old infection أنا حعمل مراقبة لحالات جديدة أو لحالات قديمة Apply the repeat infection time frame principle لازم نطبق مبدأ repeat infection time frame حناخده إن شاء الله بالأمام أو الآن قصد عفواً حناخده الآن The repeat infection time frame is 14 days time frame during which one new infection of the same type are reported يعني أنا إذا كان عندي infection حصل في إطار زمني مدة 14 يوم خلال الأربعة عشر يوم هذه إذا ظهر عندي عدوة أخرى من نفس النوع أنا ما أبلغ عنها The date of event is day one of the 14 day repeat infection time frame كيف ححدد هذا الperiod الperiod هذه الأربعة عشر يوم حتبدأ عندي من day one of the event يعني أنا حصلت حدث event الـ event هذا إما بـ sign أو symptom أو بنتيجة مختبرية أو بصورة أشعة إذا أنا بعد ما أحدث الـ event أحدد الـ event عفواً day one of the event أحسب بعده 13 يوم بالإضافة إلى اليوم حيكون 14 يوم هنا أنا الفترة هذه الزمنية عندي اسمها repeat infection time frame Additional pathogens recovered during the REIT from the same type of infection are added to the event عفواً added to the event إذا أنا كان عندي عدوة جديدة أو additional pathogen recovered اكتشفته في خلال فترة الأربعة عشر يوم أنا مجرد هعمله إضافة إلى الحدث خاصة إذا كان من نفس نوع العدوى Patient safety components عفواً Patient safety component في الرسم الباني هذي حنركز إحنا على ثلاثة أشياء باختصار procedure associated model العدوى المرتبطة متعلقة بإجراء طبي نوعاً ما وعادتنا الإجراء الطبي اللي هي العمليات أو device associated model أو الموديل اللي يكون مرتبط بجهاز ركبنا جهاز central line intubated للpatient ركبنا له catheter فهين حيكون device associated model وعندنا others ربما يكون الMDRO or the AUR بعد كده إن شاء الله في السلايدة هذي حنشوف effectiveness of surveillance فعالية المراقبة بداية حنتكلم عن the hathron effect ما هو الhathron effect؟ هي نظرية بسيطة نظرية هذه البسيطة تقول إن الأشخاص لما نراقبهم بيميلوا أكثر على إنهم هما يطبقوا أو يتصرفوا تصرف مختلف عن تصرفهم لما يكونوا غير مراقبين مثال بسيط وإحنا كثير بنشوفه خاصة مراقبين مكافحة العدوى في أقسام المستشفيات إن الناس بتعمل غسيلة الأيدي إذا شافوا إنه في أحد بيراقبهم إذا شافوا الICB اللي في أقسام مكافحة العدوى وكثير بيراقبهم التصرف بيختلف لكن بينما إذا كان ما في أحد بيراقبهم تكون ربما غسيل الأيدي أقل نسبة غسيل الأيدي حتكون أقل في إحساسهم إنه ما في أحد بيراقب وهذه الطريقة اكتشفت في مصانع شخص اسمه hathron بتقول عندنا the hathron effect refers to the tendency of the people being observed in research context to behave differently from the way they would otherwise زي ما قلنا إنه الأفكت حق hathron إنه the tendency of people being observed إنه الأشخاص عندما يكونوا مراقبين بيتصرفوا بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتادة لهم وتم اكتشافها أول مرة في مصانع الوسترن إلكتريك the effect was first noticed in the hathron factory in the western electric طيب عندنا هنا الجدول هذا يبين لنا فعالية برامج مراقبة العدوى ومكافحتها في الوقاية من العدوى المرتبطة بالمنشآت الصحية حنشوف عندنا هنا بالأزرق without IC بدون مراقبة وبالأبيض with IC مع مراقبة مع مراقبة موظفين مكافحة العدوى حنلقى إنه الريت مختلف في بدون المراقبة ومع المراقبة في الSSI مثلا هنا عندنا مع المراقبة أو مع تطبيق المعايير حنلقاها إنها minus 35 والUTI minus 31 مقابل إنه بدون مراقبة كانت 19 عندنا هنا بلدستريم انفكشن 26 ومع المراقبة 28 في التوتل مختلف تماما without IC or with IC essential key terms in surveillance important organism associated with healthcare associated infection and collection data for surveillance the following terms will be defined لما أنا أقوم يعني ك-ICB أقوم بجمع بيانات من أجل الترصد في مصطلحات جدا مهمة لازم أنا أحفظها أو لازم أنا أفهمها إيش هي هذة المصطلحات عندنا الانفكشن ويندو تايم بيريود تكلمنا عنها ليه 14 يوم عندنا الديتو في إفنت وهو اليوم اللي حصل فيه الحدث عندنا وحنشوف إن شاء الله في السلايدات القادمة نجي الآن إلى مصطلح جديد نافذة العدوى طيب إيش تعريفها هي فترة تكون تحتسب خلال سبع أيام طيب أنا كيف ححسبها أنا اجتم احتساب الويندو بيريود من تاريخ أول تشخيص إيجابي أو أول فحص إيجابي فرست بوزيتف دياغنوستيك تيست لايك اللابراتوري سبس من كليكشن إمجينك تيست بروسيجر أو إيجابي إيجابي هذا الجلو اللي يوضح اللي أنا كيف ححسب أول يوم إنه ما فيه دياغنوستيك تيست حيكون أول يوم موثق فيه إنه فيه ساين أو سيمتم توجد علامات وأعراض فحرستخدم من ألمنت هذا لتحديد الويندو بيريود عشان نحسب فيه الانفكشن ويندو بيريود حنحسب ثلاثة أيام قبل وثلاثة أيام بعد زي ما شرحنا في السلايد السابقة هو اليوم الأول هو الحدث تاريخ الحدث الحدث اللي يحصل فيله العنصر الأول أول عنصر أن حددته يعني اليوم مثلا أنا مريض طلع عندي دي ون طلع عندي فيله حرارة وبعدها بيومين طلعت لي نتيجة مختبرية أنا حسب الحرارة هي date of event هي العنصر الأول الساين والسيمتم هنا عندي هي العنصر الأول مثال accurate determination عفوا هنا بيقول أنه التحديد الدقيق للdate of event مهم جدا ليه لأنه من خلال تحديث date of event في بقية المصطلحات أنا ممكن أحددها accurate determination of date of event is critical because date of event is used to determine event is HAI or present on admission أنا ححدد هل هذا حدث قبل الحدث present on admission يعني أثناء تنويم المريض أو حدث مرتبط بعدو المنشآت من خلال date of event أيضا أنا ححدد allocation of attribution وححدد ارتباط هذا الحدث بجهاز أو بعدمه وححدد أيضا date of repeat infection time frame أحدد day 1 عشان أحسب الأربعة عشر يوم repeat infection time frame اللي هي 14 days time frame during which no new infection of the same time will be reported هي مدة زمنية أحسبها بأربعة عشر يوم من day of event في خلال هذه الفترة ما حقوم بالبلاغ عن أي إصابة جديدة the date of event will be day 1 of the 14 day repeated infection time frame additional pathogens recovered from the same type of infection during repeat time frame are added to the event إذا في أي باثوجين من the same أنا حضيفه على نفس الـ event location of attribution the inpatient location where the patient was assigned on the date of event يعني المكان الذي حدث فيه الـ event location attribution location attribution OR post anesthesia care unit recovery room dialysis unit ER cannot be considered location of attribution ليش؟ هذه الأماكن أنا ما أقدر أحسبها أنها location of attribution لأنها جميع هذه الأماكن غالباً المريض ما يقعد فيها أكثر من 24 ساعة الـ OR بيدخل بيسوي عملية أو إجراء جراحي ويطلع dialysis أيضاً غرفة الـ recover من العمليات ويقعد فترة زمنية معينة وبيطلع منها وكذلك الطوارئ الـ emergency rooms عشان كذا لو كان مريض عندي في أي قسم من هذه الأقسام أنا ما أقدر أحسب هذه الأقسام إنها location attribution عندنا exception للـ location of attribution اللي هي transfer rule حنشوفها إن شاء الله في السلايذات القادمة transfer rule أو آخر قسم انتقلت منه حنشوف في الجد والمثال أكثر للتوضيح أنا عندي patient نوم يوم 22-3 في unit A ويوم 23 كان في unit A بعدين انتقل إلى unit B يوم 24-3 حصل له event طيب أنا حقول إنه event هذا حصل من unit B أو من unit A لازم أحدد فحسب التعريف إنه date of transfer أو date of discharge أو the next day فحنشوف هنا هو متى انتقل انتقل عندي يوم 23 طيب يوم 23 وين كان موجود؟ كان موجود في unit A وفي unit B إذن أنا ححسبه في الـ unit الأول اللي هو unit A فلما نجينا يوم 24 حصل له event أنا راجعت إذن لقيت إنه بداية كان في unit A إذن location attribution أو الموقع اللي أنا أحعزه إليه العدوى هذا حيكون unit A في الجدول الآخر أيضا مثال آخر نحن دايما حنطل في date of transfer يعني أن حرجع ليوم التحويل أو يوم الخروج هنا عندي مريض كان في unit A يوم 22 في unit A يوم 23 في يوم 23 حصل له أكثر من تنقل كان في unit A في unit B في unit C يوم 24 اللي هو second day من النقل حصل له event فأنا حقول أنه event هذا يعود إلى unit A أول unit كان موجود فيها إن شاء الله أنها تكون واضحة بعد كذا بإذن الله حناخذ معلومات بسيطة عن الـ organism هذه مجرد تعداد لأكثر الأورغنزم اللي كعاملين صحيين أو كعاملين في مكافحة العدوى هذه الأورغنزم هي المتسببة الأكبر أو أكثر انتشارا أثناء عملنا للـ surveillance عندنا جرام نيكاتيف بكتيريا بأنواعها الكليبسيلة الأسينتوباكترس سودومونس الأرغونة والإيكولال عندنا أيضا الأنتيروباكترس كاربينم ريزيستنت اللي هي الـ CRE وعندنا الـ ESPL Producing Enterobacteriase وعندنا الـ Staphylococcus aureus وعفوا الميتثيلين resistant Staphylococcus aureus اللي هي اختصارها الإمارس A عندنا أيضا الفانكوميسين intermediate Staphylococcus aureus واند فانكوميسين resistant Staphylococcus aureus والفانكوميسين resistant Enterococci اللي هي الـ VRE وعندنا الكانديدا aureus والكلوستروجوس difficile Important factors for healthcare-accessuated organism بداية type of micro أنا حصل عندي event أو عدوة ولقيت type of the micro في مجموعة عناصر جدا مهمة لنا إحنا كعاملين في مجال مكافحة العدوة أو ك-ICB أثناء الترصد أو أثناء السيرفيلنس المقام أنه إحنا ننتبه لهذه المعلومات أو لهذه المصطلحات أولا المضيف الـ Host المود of Transmission أنا لازم أعرف هذا المايكروب كيف انتقل Device هل كان انتقاله هذا أو دخوله إلى هذا الـ Host لعلاقة بـ Device هل هذا النوع من أنواع العدوة أو نوع المايكروب ممكن أن يكون نوع مستوطن موجود عندي أو نوع ممكن يسبب لي تفشي في الـ Anademic حنشوف السورس إيش السبب أو إيش المصدر خارجي أو داخلي وحنشوف آخر شي عندنا الـ Environment في الجدول التالي في رسم بياني يوضح لنا Total hospital acquired infection outbreak cases per isolated organism في عام 2022 Total of 21 different microorganisms were identified during 2022 The most commonly reported infection agent causing outbreak in healthcare facility were candida aureus طبعا كانت الأعلى الـ Candida aureus بنسبة 38 يليها بعد ذلك الأكليبسي لانومونيا بنسبة 27 عند السينة باكتر بوميني بنسبة 20 While other microorganisms have accounted for 50% of total reported outbreak أما بالنسبة للجدول التالي في مقارنة ما بين عامين لأكثر الأورغنيزمات اللي تم التبليغ عنها Total reported hospital acquired infection outbreak by most common HAI pathogen 2021-2022 لو نشوف الجدول بمقارنة بسيطة نجد أنه الكليبسي لانومونيا كانت هي الأعلى في عام 2021 أما بالنسبة لعام 2022 بنلقى أنه الـ Candida aureus بننبر 146 هي اللي كانت أعلى Risk Assessment and Surveillance Plan IBC Risk Assessment Definition إحنا هنا بنتكلم إن شاء الله عن أنا كيف أقدر أعمل خطة تقييم خطة تقييم للمخاطر ليش أعمل خطة تقييم للمخاطر؟ عشان أنا أحدد وأعمل خطة استباقية لرصد ومنع التفشي أو لرصد ومنع انتقال العدوى بين المرضى أو بين العاملين الصحيين The IBC Risk Assessment is Coordinating Activities to Identify the Risk of Acquiring and Transmitting Infection Based on the Patient Population The Types of Service Provided and the Analyzes of Surveillance Data يعني أنا حعمل أنشطة منسقة أحدد المخاطر اكتساب العدوى أحدد مخاطر انتقال العدوى بناءً على إيش؟ بناءً على المرضى اللي أنا بقدم لهم خدمة وأنواع الخدمات المقدمة لهم يعني مرضى ICU أنا حركب لهم Central Line مرضى ICU الأدلت أنا حركب لهم Intubation أنا أحدد عندي إشي المخاطر المترتبة على الـ Device المخاطر المترتبة على الـ Procedure المخاطر المترتبة علينا إحنا كعاملين صحيين طيب نجل IPC Risk Assessment ليش نعمل إحنا Risk Assessment تقييم للمخاطر؟ مهم تقييم المخاطر عشان يكون عندنا صورة شاملة وواضحة لنا كعاملين في مكافحة العدوى إن إحنا من خلالها نحدد الأهداف أهداف تقييم إيش الخطر المحتمل إيش الفئة المستهدفة إيش الـ Procedure المقدمة هل العدوى هذه مرتبطة بـ Device أو بالعاملين الصحيين؟ بدايتاً نحن أخذ الأهداف Evaluation of Potential Risk of Fiction, Contamination and Exposure أنا بعمل تقييم المخاطر المحتملة للعدوى من خلال للعدوى والتلوث والتعرض رقم الثنين Evaluation of Harm أنا حعمل Life Threating Loose Function أو Lose Community Trust Lose of Organization Goodwill and Financial Threat Legal and or Regulatory Issue وآخر شي حنا أعمل تقييم للمنظمة هل هذا المنظمة جاهز أو لا؟ Evaluation of Organization Preparedness To Eliminate or Mitigate the Harm or Risk of Harm IPC Risk Assessment Components عندنا ثلاثة الجداول حنا أخذها بشكل سريع Probability of Occurrence احتمالية الحدوث Based on Non-Risk بناءً على المخاطر المعروفة اللي احنا جمعناها من الhistorical data من البيانات التاريخية أو من المراجعات للقوائم السابقة أو التقارير السابقة فحيكون عندنا هنا Probability of Occurrence احتمالية الحدوث Never مستحيل يحدث فحنعطي صفر Rare يكون نادر Maybe ربما Or Likely يعني محتمل حدوثه Or Expected Likely يعني محتمل لكن بدرجة أقل Expected يعني متوقع جدا فحنعطي درجة على حسب التصور اللي عندنا أو حسب الوصف اللي عندنا صفر No Possibility to Occur يعني مستحيل أنه يحدث واحد Risk is not expected to occur هذا الخطر أو عامل الخطر هذا غير متوقع حدوثه Maybe Occurately But remain as a possibility Few times per year or per activity ممكن يحصل عندي أن هذا الحدث لكن ربما في السنة مرة أو مرتين حنعطي درجتين ثلاثة Likely Risk is not persistent issue يعني مو مشكلة مستمرة لكن ربما يحصل في أكثر من مرة أو في السنة أو في الشهر Well expected occurred frequently Post constant threat once or several times per day ممكن يحصل لي بصفة مستمرة في اليوم نيجي للجدول الثاني Impact all levels نحن نعمل نحن Risk assessment حيكون تأثيره على جميع المستويات threat to life and health distribution of service loss of function prolonged long of stay حيكون عندنا حنعطي واحد إذا كان minimal clinical No risk No real risk or harm في الوصف الثنين Moderate clinical إذا كان عندي minimal real risk or harm حنعطي ثلاثة في الpermanent harm إذا حيشكل لي أذى دائم Prolonged length of stay أنا حيطول عندي حيطول عندي بقاء المريض في المستشفى رقم 4 serious loss permanent injury حتسبب في إصابة دائمة رقم 5 life treating يهدد الحياة ربما يسبب وفا على حسب الكنس الdescription أنا حعطي درجة أو حعطي rate في الجدول الثالث عندنا current preparedness of the system إحنا حنشوف جاهزية النظام status of current plans and implementation حنشوف تطبيق الخطط هالخطط الحالية مطبقة حنشوف وضع المتدربين training status حنشوف availability of backup system حنشوف هل عندهم نظام احتياطي استدعاء نظام احتياطي موجود والcommunity public health resource وبرضو حنعمل حنعمل scoring based on the description حيكون solid أو إذا risk would be avoided if plan of action took place إذا أنا طبقت الخطة ومع نتيجة لتطبيق هذه الخطة أنا ما حيصير عندي risk حعطي واحد يعني خطتي ممتازة أو مستوى الجهوزية عندي solid قوي جدا حيكون مستوى الجهوزية عندي 2 أو good إذا كان consecu عفو consecu are minimized by the plan of action رقم ثلاثة حيكون عندي fair إذا plan of action needs to be modified رقم أربع حيكون عندي ضعيف إذا كان plan of action is not enough يعني أنا حتى لو طبقت الخطة ما حيكفيني رقم خامس سنة ما عندي أصلا أي خطة تصحيحية أو خطة تحسينية أو plan whatever نوعها في الجدول هذه تم القياس الثلاثة الجداول السابقة هي مدموجة في هذا الشيط عندنا what is the probability of event condition occurring وعندنا what potential impact وعندنا what organization preparedness حنقيس كل level ودرجة على حسب الجدول الماضي بالدرجات إحنا حنعطي هذا مثال أكثر عندنا مثلا هنا cdp infection وعندنا cabbage ssi وعندنا construction and renovation أعطينا درجات بعدين حنضرب حنضرب 4 في 3 في 3 أعطاني total 36 عندنا هنا في الكابج 4 ضرب 4 ضرب 4 64 وعندنا construction عندنا 3 2 2 ضربنا فعض الناتج 12 التوتل هذا إحنا حنرجع فيه على السلايد اللي بعدها حنشوف في الفهرس نقيم في total score عشان نحدد البروتورايز risk في الكابج عندنا هنا مثلا 64 عندنا في الريد data data source challenge وحنتكلم أيضا عن challenges اللي احنا بنواجه ها في surveillance type of surveillance data عندنا 2 types of surveillance data عندنا numerator data وال denominator data النomerator اللي هي البسط وال denominator اللي هي المقام في النomerator data عندنا l-ICBs who are collecting the data مين اللي بيجمع ال-Data هذه l-ICBs اللي هم l-infection control coordinators personal other than ICBs as long as the ICB make the final determination of presence of H-A-I according to the criteria for defining H-A-I this include يعني أنا ممكن أيضا أخذ data هذه من أشخاص آخرين غير l-ICB بشرط أنه الكلمة الأخيرة تكون لل-ICB healthcare workers trained to screen data sources for H-A-I automated screening of electronic database وممكن أنا أخذها data اللي عن طريق الأجهزة electronic database numerator data والdata to be collect إش هي ال-data اللي إحنا بنجمعها إش هي ال-data اللي أنا أقدر أقول عليها إنها numerator data عندنا demographic name date date of birth gender hospital identification number admission rate جميع ال-data البيوغرافية اسم المريض تاريخ ميلاده الجنس hospital identification number أو ممكن رقم ملف المريض كل هذه ال-data تحسب numerator ال-numerator ال-numerator ال-infection honest date site of infection patient care location of the honest risk factor device procedure other factor associated with hospital or with health care associated infection أيضا laboratory pathogen and antibiogram serology and pathology radiology and imaging x-ray CT scan MRI أيضا نكمل على numerator data what are the data sources admission discharge transfer record microbiology laboratory records كلها هذه تعتبر data numerator visit to patient words for observation and discussion with the caregivers زياراتنا احنا المتعددة او جولاتنا في الاقسام ومناقشتنا مع caregivers patient chart paper or computerized ملف المريض سواء الملف الورقي او الملف اللي في الكمبيوتر for case confirmation انا برجع لها عشان اتأكد من الكيس laboratory and radiology imaging result nursing and physician notes and consult واخر شي admission diagnosis معلش انا قراءتي سريعة لو في اي سؤال او في اي استفسار ان شاء الله في اخر المحاضرة نكمل history and physical examination finding record and diagnostic and surgical intervention temperature chart information on administration of antibiotic كلها هذه تعتبر data احنا ممكن نجمعها for post discharge detect ssi source include record from surgery clinic physician office and emergency department اضافة عليها للمرضى اللي خرجوا في حالات ssi انا ممكن ارجع لعيادة الجراح او للطوارئ او لسجل للمريض من الطبيب المعالج ايضا نكمل screening of admission discharge transfer record for patients at risk acquiring HAI reviewing laboratory report looking for patients with possible infection multiple observation during ward rounds will chart reviewing for patients suspected having HAI and completing HAI data collecting from screen نجي للدمinerator اللي هو المقام الممكن احنا نجمعها من اشخاص اخرين طالما الشرط الاساس ان يكون الشخص عندي مدرب الممكن من الاكترونيك داتا بيس او ربما تكون عندي انا الانظمة الان كلها صارت الالكترونية عندنا برامج مختلفة الالكترونية اذا كانت عندي الاتابيس الالكترونية مثلا مثال عليها الpatient tracking system يعني لو جيت انا جمعت الداة من الداة اللي موجودة على السystem لازم تتوافق مع الداة اللي لو انا جمعتها مانول تكون في مطابقة بينهم تكون عندي مطابقة بين المانول وبين السystem counts of the cohort patient at risk acquiring for device associated incidence rates record daily the total number of patients and total number of ventilator days central line and urinary catheter days in the patient care areas under surveillance يعني الناس اللي على device for device associated أنا لازم بجمع total number of patients daily يوميا أنا بجمعهم for SSI rates record information on operative procedures selected for surveillance type of procedure data and risk factors later كده نجد إن شاء الله نتكلم عن surveillance location and period hospital locations عندنا hospital في two types location عندنا location 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 نحسب أنه هذه منطقة تنويم داخلي أو location location إذا كان بتخدم مريض المريض قاعد في المستشفى تاريخ دخول المريض يختلف عن تاريخ خروجه location location serving patient whose date of admission to the health care facility and the date of discharge are different calendar days المثلة على الان patient l-ICO العنايات المركزة nursing care area that provide intensive observation diagnosis and therapeutic procedure for critically ill patients النوع الثاني ال-speciality care area الأقسام اللي يعمل فيها bone marrow transplant أو يعمل فيها organ transplant or acute dialysis hematology oncology long term acute care كلها يطلق عليها specialty care area يعني يعني عنايات متخصصة نوع عام ثالثا في l-patient برضو لازلنا في l-patient location عندنا l-patient including any patient location which is not ICU or special care area inpatient medical surgical or other words step down units or operating rooms بقية الأقسام بقية أقسام التنويم الأخرى الأقسام اللي ما هي عنايات أقسام التنويم العادية surgical medical step down حتى l-OR هذه كلها تعتبر other inpatient النوع الثاني في l-hospital location قلنا l-outpatient location location serving patient who date of admission to the health care facility and the date of discharge are the same day يعني اليوم اللي يدخل في المستشفى هو نفس اليوم اللي يخرج فيه this may include any outpatient clinic outpatient emergency department or same day surgery and الطوارئ العيادات أي مكان المريض حيقعد فيه فقط يوم واحد أو نفس اليوم اللي حيدخل فيه نفس اليوم اللي حيخرج فيه يحسب outpatient location operating room l-OR غرف اللي بتصير فيها العمليات could be inpatient or outpatient ممكن يعني مريض منوم في المستشفى يجي يسوي عملية وممكن مريض day surgery أو day واحد فقط بيدخل المستشفى بيسوي عملية وبيخرج ونيجي في الشريحة هذه نوضح location by type of surveillance الكلابسي الكلابسي surveillance أو الكلابسي بندل أنا ممكن أعملها في أقسام العنايات جميع أقسام العنايات لكن outpatient not applicable الVAP applicable مع البيتياتريك فقط VEE applicable مع الأدلت only والأدلت في l-ICU لكن not applicable في l-outpatient الكاوتي applicable في l-adult ICU وفي البيتياتريك وفي special care لكن not applicable في l-outpatient أو ال-unate عندي ال-dialysis وال-dialysis bundle not applicable في l-inpatient area لكن applicable في l-outpatient ال-SSI applicable في l-inpatient وفي l-outpatient وال-MDRO عندي في جميع الأقسام l-inpatient وال-outpatient والعدوى long-length stay high-treatment cost and preventable ايش هي التحديات أو الصعوبات التي تواجه ال-surveillance في النقطتين هذه بيتحدث عن بعض الصعوبات التي تواجهنا في المستشفيات أو في المنشآت الصحية توجد نعمة مقاومة من بعض الأطراف في المشاركة في برامج المراقبة أيضا بعض من الأخصائيين عندهم اهتمام أو قلق من التبليغ عن حالات خوفا على سمعتهم كذلك في بعض من التشكيك في أهمية إجراء برامج المراقبة بعد كذا عندنا clinical versus surveillance definition الفروقات بين التعريف الكلينيكية والتعريف الخاصة بالمراقبة complication of national health care safety network definition and poor intra-observe reliability عندنا في تعقيد في التعريف اللي من مؤسسة ال-NHSN time and effort consuming جهد ووقت تأخذ البرامج هذه وجهد lack of insufficient communication between laboratory and IC staff and conflict about data ownership مشاكل اللي تحصل بين المختبر العاملين في المختبر وبين العاملين في أقسام مكافحة العدوى possibility of missing cluster or outbreak in non-served area or population في داتا بتضيع خاصة في الأقسام اللي إحنا ما بنعمل لها surveillance أو ما هي تحت الترصد الوبائي H.A.I. are frequently underreported كثير من حالات عدوى المنشآت لا يتم التبليغ عنها Most of SSI became manifest after the patient discharged from the hospital Many patients with infection never returned to the same hospital في كثير من حالات SSI لأنهم ما بيرجعوا لنفس المستشفيات اللي عملوا فيها العمليات لا يتم التبليغ ولا تتم مراقبتهم بعد خروجهم من المستشفى Control measure to reduce health care associated infection طيب إش هي الإجراءات اللي احنا لازم نقدمها للسيطرة نوعا ما على health care associated infection واحد regular field visit and audits to the hospital in the regions monitoring the health care associated infection conducting surveillance antibiotic stewardship implement and compliance of the infection control guidelines in the health care setting طبعا نقطة جدا مهمة اللي هي تطبيق المعايير implementation of standard and transmission based precaution احتياطات الprecaution لازم جدا تطبيقها ونتأكد انها مطبقة في المنشآت اللي احنا بنزورها او المنشآت اللي احنا مسؤولين عنها implement the care bundles in the hospital تطبيق الحزم الوقائي جدا مهم screening and cohorting patient with the same infection بنعمل screening من البداية او العزل او عزل نفس الحالات مع بعض educating and training of medical and paramedical stuff تثقيف وتعليم وتدريب الطاقم الطبي والطاقم الغير طبي ايضا معاملين في المطبخ عاملين النظافة عاملين المغاسل immunization of healthcare workers التطعيمات environmental cleaning and hygiene اهمية طبعا environmental cleaning بعد كذا ناخد نفضة بسيطة عن care bundles اللي هي الحزم الوقائي ايش يعني care bundles urinary catheter bundle surgical bundle dialysis bundle واخر شيء MDRO bundle نجي الان الى bundle compliance كيف نحسب bundle compliance عندي في القسم analysis of data bundle compliance المعادلة كالتالي patient compliant to all applicable bundle components يعني انا حراجع جميع المكونات في bundle هل هي كاملة او لا ثم حقسمها على total number of patient reviewed for the bundle compliance على اجمال عدد المرضى اللي تم راجعة الحزم الوقائية لهم الجميع total ثم الناتج اضربه في 100 كذا نكون وكصلنا الحمد لله الى النهاية لو في اي نقطة غير واضحة ممكن تكتبولي في الشات وممكن تطلبوا المايك وبإذن الله سأجيب عنها وايضا للتواصل معايا بأي طريقة ان كانت حابية ممكن تطلبوا من المنسقين هذا الرفرنس في حال رغبتكم في الرجوع الى المراجع اللي استخدمناها ويعطيكم الف عافية بالتوفيق شكرا